السلام عليكم صباح الخير ومساء عليكم جميعا يملوك يا رب تكونوا بأحسن وأفضل حال دايما معاكم محمد هلال النهاردة معنا حلقة كوية جدا حلقة جملة جدا جدا من العيار التقيل لو ركزت فيها هتعرف تعمل حاجة كتير قوي ركز فيها قوي 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 لأن الحلقة دي أكسم بالله العظيم لو أنت أكسم بالله تاني وتالت ورابع لو أنت طلعت منها ثاهم وعلى يقين تان بالله تقال وتمام كله دخل في دماغك وما تقلقش الحلقة سهلة جدا جدا والكلام سهل قوي لو فهمتها كويس جدا أنت مش هتحتاج لها حاجة خالص يعني هو أولا الحلقة دي مفهاش فيها مؤشرات فيها يعني الشغل اللي أنا بعمله من زمان جدا وفيها الشغل اللي بيعمله محترفين وبيعمله ومش هوللك محترفين بيعمله الناس اللي عايزة تكسب وخلاص الناس اللي عايزة تكسب بتعمل اللي في الحلقة اللي هيبان لك النهاردة في الشرح فبالله عليك ركز معي جدا جدا open your eyes ركز معي فوكس معي معلم لأن الحلقة دي والله قوية جدا أنا ولا عايز والله 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 ولا عايز منك subscribe ولا like ولا أي حاجة عايزك بس تخرب من الحلقة فاهم وتعرف تشتغل وتدعيدها وحلو لأن زي ما أنا قلت من غير أي مؤشرات من غير أي حاجة تحليل فني الصرف حاجة بسيطة وسهلة مش هعقد لك الدنيا زي ما أنت بتسمع في قنوات تانية وتهرب والموضوع صعب يا لا الموضوع مهلال سهل أنا هسهل لك الدنيا جدا بس ركز معي من فضلك قولت عليك كتير قوي يعني قبل ما ندخل يعني أحب أشكر الناس الملوك الجامدة جدا جدا اللي بتكتب دي تعليقات وكومنتات جميلة جدا كومنتات جميلة وتفرح قلبي وأرد عليكو طبعا وبحب أشكر الملوك اللي بترسلني متابعين دايما على التليجرام جروب تريكس فوركس 39000 ملك وشوية مناورين دي جدا كل يوم بننزل توصيات وآخر توصيقة اللي أنا هتكلم فيها النهاردة التركاية بتاعت التوصية اللي احنا كسبنا منها مكسب كويس جدا اللي هي فوق 500 دولار دي ولو فهمت التركاية دي أنت هتعرف تعمل أي حاجة على الشرط هتعرف تعمل أي حاجة في أي زوج تصدقني حلقة جامدة لكن كالعادة قبل ما ندخل في الحلقة لازم نقول إن حلقة النهاردة برعاية شركة إكسنس أكوا بروكر في العالم إكسنس بقالها أكتر من 15 سنة بكملة معانا فريق عمل كبير جدا وشركة عظيمة ما فيهاش مشكلة واحدة تقدر تخليك تشوف شركة غيرها بتتميز إكسنس بالتداول في سوق الفوركس جميع العملات وكما من الأسهم والمؤشرات وجميع العملات الرقمية تشتغل عليها من أي منصة ميتا تريدر فور أو فايف وليها كمان منصة خاصة بيها كمة في الإتقان والسرعة أدواتها كتير جدا أخبار وأدوات تحليل وغيرها وغيرها للشركة عندها ترخيص من أكوى الترخيص الدولية اللي تفوق أي شركات تانية وعندنا أنواع كتير من الحسابات تقدر تختار اللي أنت عايزه وكلهم سبريد قليل جدا وحسابات قوية طرق السحب والإداع بتتم في ثواني معدودة بدون أي تأخير وكل الطرق متوفرة وسهلة والله يعني ما مجرد إعلان وخلاص يعني أنت هتلاقي لينك التسجيل تحت مش هتلاقي أفضل من البروكر ده تسجل فيه عموما أنا اتكلمت كتير على التليجرام وعلى اليوتيوب في الموضوع ده بزلات مش هحرق كلام على الفاطئ وحانت اللحظة الحاسمة المنتظرة تعالوا بينا نشوف الشرح على الكمبيوتر ونركز مع بعض الشباب بالله عليكو طويلوا بالكو بالله عليكو محدش يجرر الفيديو بالراحة كده ودي لنفسك وقت قعد حتى بورقة وقلم أو قلقت كده سكرين قعد وقف اعمل بوز الفيديو افهم ارجع تاني عايزك تطلع من الحلقة دي مالك بجد عايزك تطلع أنت فاهم الدنيا عشان لو فهمت الحلقة دي والله والله هتفرق في حياتك الفوركسوية فبلعليك ركز معايا في الحلقة دي ونتقابل بعد الفيديو ضروري يلا بينا وجينا شباب عالبيسي عشان نشرح كل حاجة بالتفصيل الموضوع بسيط وسهل جدا بس بلعليك بلعليك زي من اقتلك يعني يعني ركز معايا جدا 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 وعيد الحلقة دي لو انت مافهمتش عادها مرة واثنين هتلاقي الدنيا بسيطة وسهلة جدا طبعا يعني لينك شركة اكس مستحت يعني أفضل وسيط ممكن تسجل فيه وتبدأ في مجال الفوركس التسجيل سهل وبسيط جدا ومعنا كمان أهم حاجة الجروب بتاعنا جروب التريكس فوركس الجروب اللي احنا بنزل عليه التوصيات وبنكون مع بعض عليه كل يوم الجروب الوقتي يعني فيه 39500 ملك وشوية يعني قربنا الـ 40 ألف بنزل عليه صفقات جميلة جدا وحاجات جميلة جدا الصفقة اللي انا هتكلم فيها او التريكات اللي انا هتكلم فيها الصفقة دي اللي احنا عملناها اللي اقول لكم عليها في اول فيديو اخر صفقة عملناها واخر صفقات عملناها الصفقة دي اللي هي ما شاء الله ما شاء الله عملنا ربح كويس جدا اكتر من 1400 دولار فاللي مش مشترك في في الجروب التوصيات او القناة او يعني يشترك ويبقى معنا مش مدفوع يعني انا ما بعملش حاجة مدفوعة ما عنديش جروب غير ده مجاني كله واحنا كلنا فيه الملوك كلها متجمع فيه طبعا هتلاقي اللينك بتاع الجروب تحت ما تبحثش على الاسم بس لا هتلاقي اللينك تحت اي لينكات في او في الوصف يا دي اللينكات الحقيقة لان في ناس كتير جدا ربنا يسماح عاملة صفحات باسمي وحطة صورتي وعملة حاجات وبتنصب عن الاسم فحزاري حزاري حزاري انا ما عنديش اي صفحة تانية خالص غير تريكس فوركس اللي انا سايبها في في الوصف الملوك الصورة دي اللي احنا شفناها في اول فيديو خالص احنا يعني ده كان الرسم بتاعي الرسم بتاعي بيقول ايه بيقول البي او اس بيكوف تركشور هو يعني هو ماشي مع مصاري السوق يعني مصاري السوق ثابت لاما كعان بتتكسر لاما كمم بتتكسر انا عندي كمم انا عندي كمم بتتكسر والله كان فيه اهو وبعد كده تصحيح وبعد كده الكمة دي اكتب عليها بي او اس محدش يستطع يستصع بالموضوع سوري لان الموضوع سهل جدا سيبك حتى من المصطلحات الانجليش اللي انا بقولها سيبك منها خالص وركز معي وفهم الموضوع انا مش عايزك تحفظ انا عايزك تفهم بعد كده اعمل لنا كمه تانية بعد كده نزل يصحح احنا طبعا السوق كله مش طالع طالع بس ونازل نازل نازل بس مفيش الكلام ده فيه طالع وبيصحح بيعمل بول باك او بيعمل اعادة اختبار او بيعمل تصحيح عموما للسعر وبيطلع تاني فالكمه دي عند قصرات وكمه دي عند جديدة وطاك تاك 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 امت مكسورة امت عملي كمه جديدة ام صحح 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 على هنا برضو وقامت ايه مكسورة فكل مدى هو بي او اس بريكوف سراكشور هو بيصحح لي وبيمشي لي مع مصار السوق انا هنا انا هنا عملت علامات استفهم ليه او يعني بقولي نفسي دي يا تارا هتبقى بريكوف سراكشور بي او اس برضو ولا هتبقى يعني السعر مش هيوصل لها زي ما انتو شايفين حاليا لان انا راسم يعني تريند كده فرعي او يعني برضو بذكر نفسي ان التريند طالع يعني هو من غير الرسمة دي انا عندي البي او اس بي او اس بي او اس انا عرف ان التريند اه صاعد مش هابط او كي لان مفيش القاعان اللي انا مش هاور عليها دي مفيش قاع منهم القصر القاعان الرئاسية ده القصر ده القصر ده القصر مفيش قاعان القصر اتخالص هات القصر يعني دي اخر قاع عندي ده اخر قاع عندي انا بقى كنت منتظر يعني ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بيقوله كان ماشا فهنا انا مش عارفه ورايح فين هيعمل لا لو كان قصره كنت انا كتبت هنا بايو اس زي دي بالزبط طيب كلمة شوش دي يعني تغيير في مصار السوق اللي هي تغيير في مصار السوق يعني مصار السوق كان صعد وبعد كده اتقصر اخر كاع يبقى هابط يبقى تغيير في مصار السوق زي ما حصل هنا يحصل هنا هيبدأ بقى مش يكسر لي كمم لقى هيبدأ يكسر لي كعان وهو ده اللي هنشوفه كمان شوية طيب انا هنا عندي عايز اقول حاجة مهمة جدا بالله عليك بالله عليك اللي بيسمع اتركز معي والله يسمع ان قلتلك انا ولا عايز لايك ولا عايز اشتراك ولا عايز منك اي حاجة خالص غير انك انت تركز معي لان الدرس ده يفرق في حياتك كتير لو انت مبتدئ او انت عايز ربنا اكرمك في مجال الفوركس اوكي طيب حلو قوي عظيم انا هنا عندي انا هنا عندي رسم لاخر ديل الديل ده يعتبر بالنسبة لي انا كمحمد هلالة او بالنسبة لاي حد سيولة السعر وصل لاخر سيولته هنا طيب الديل اللي بعده فين الديل اللي بعده هل حاول يوصله او حاول يكسره بجسم لا منفعش الديل اللي بعده حتى الديل ده اقلم الديل ده اقلم الديل ده يعني معنى كده ان المشترين عايزين يوصلوا للمكان ده مش عارفين اوكي وده اقرب او يعني ده اللي يوضح لي او يأكد لي ان نهاية الترند الصاعد خلاص اه الرابط وانتهت اصلا بالسيولات اللي عملت الجام عادية ان هي عايزة توصل ومش عارفة والوقتي انا في ترند بس انا مش هاخد صفكتي الوقتي حتى لو الترند الصاعد ده اتكسر بجسم شمعة انا مش هاخد الا لما يكسر لي بجسم اخر سيولة فاخر قاع كونه اخر قاع والله احنا ممكن نقول ده ممكن نقول ده الاتنين قريبين من بعض او ممكن نقول ده عادي مش مشاكل بس القاع المدبب اللي بين اللي عملي السبعة اللي بين اكتر اللي ظهر اكتر اللي كان في شمعة طويلة زي دي جدا اللي هي السودة دي الشمعة الهبطة يعني القاع ده القاع ده فالقاع ده عندي اللي هو ظاهر انه هو لو القصر يبقى هيحصل تشوش يعني هيحصل تشينج افكار اكتر طيب نيجي على الصورة اللي بعديها بقى ساعة لما انا قلتلكو على التوصية ادخلوها واللي كسبنا منها المبلغ الجامل القاوتة الخمسمية دولار اوكي طيب انا هنا عندي مشاور على ده علشان بقول ده خلاص معادش ليه لازمة خلاص لما تعمل لما تتكون اوكي انا هنا بشاور عشان بقول لنفسي ده اخر قاعة لا خلي بالك لو الكسر بالجسم مش بديل لو احنا هنا بصين هنلاقي في ديل كسر وفي ديل كسر وفي جسم كسر خلاص جسم كسر خلاص المشت البيعين اتجرقوا اتجرقوا على المنطقة دي ودخلهم قنكوي جدا طبيعي جدا هيرجع يعمل بول باك تاني او يرجع يعمل تصحيح تاني على نفس المنطقة اللي تم الكسر منها وهينزل نازلة كويسة جدا فانا هنا عندي اختيارين اول اختيار ان انا اول ملاقي الجسم القصر اخد صفكتي على طول بستوبلوز مثلا هنا او استوبلوز مثلا هنا اوكي ده في ريم النص ساعة على فكرة ماشي او عندي اختيار اما يعمل بول باك اما شوف شمعة قوية وارجع شوف ديول تاني ديل او ديل ارجع اخد بي على طول من هنا كويس ومن هنا كويس من هنا هيخسرك شوية 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 ويكسبك طبعا كتير وده اللي انا عملته ويرجع يرد لك تاني اخسرتك ويكسبك كتير جدا وهنا هيكسبك على طول هتبقى زيره يعني زيره ارتداد او زيره اخسارة واحنا يعني انا قلتلكو لازم الحساب بتاعنا هيبقى اكتر من مئة دولار عشان الردة دي بس عشان الارتداد دي بس يعني انا معي مئة دولار انا لو اخدت صفكتي من هنا والله هخسر عشرة عشرين دولار خمسة عشرين دولار هيبقى ايدي على قلبي لا انت انت اخدها صحة معلم انت فيه تشينجو في كراكتر حصل بعد ما انت خسرت خمسة عشرين دولار اصبح ان انت كسبت عشرين تلاتين ربعين خمسين لو انت بقى مكتر بقى في اللوت بقى هتلاقي مبلغ كويس جدا اللي هو اللي انا عملته انا مثلا متعود انا بخش باتنين لوت فيه ناس غيري بتخش بواحد فيه ناس غيري بتخش بعشرة سنتي بعشر سنتي بتلاتين فهو ده اللي احنا بنعمله في جروب التوصيات بتاعنا تريكس فوريكس يعني بنعمل شغل سكالبينج علشان نقدر ان احنا نكسب كويس جدا بلوت تعالي اوكي كويس جدا عظيم تعالي وبقى بينا بقى نشوف على تريدينج فيو على ارض الواقع حاليا علشان هفهمكو تريكات عظيمة جدا 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 طيب يعني انا خدتكم كده في وسط كده الفيديو هقول حاجة بس دقيقة بس استحملني وهنرجع تاني على طول اوكي مع حد شيء الا يعني اوكي طيب احنا يعني انا عايز اقول اني انت خلاص هتشتغل فوريكس وتمام وتأكدت لو انت راجل مبتدق او لو انت مع شركة بروكار تانية والله انصحك من كل قلبي والله ما اعلان على قد ما انا انا بنصحك انا راجل جايلك من المستقبل اشترك مع شركة اكسنس مش عايز تشترك في اللينك اللي انا سيبولك تحت تشترك مع نفسك بس يعني ايه لو رحت الكزا وسيط والله العظيم هيدايقك جدا يعني اكسنس من اهم الحاجات فيها انها ما بتمرش على او مفاشل ديلنج ديسك اللي هي بتمر على اللي بيسموها الناس هتفهمني المتمرسة المراضة على غرف المقصة او التلاعب في الشموع او التلاعب بشكل عام يعني صفقتك كلها بتتنفذ مع اكسنس بشكل فوري في بدون ذكره اسمها يعني شركات تانية غير اكسنس ما تضغط سل او باي يفضل شوية وشوية شوية وينفذلك الصفقة على مزاجه اكسنس في اقل من يعني مش عارف بيسموها ايه اللي هي الاقلم الثانية دي الفينتو ثانية يعني اقل حق يعني لما تضغط قبل ما ترفع يدك كده الصفقة بتتنفذ فده اهم حاجة عندي انا انا كمحمد ديلو اهم حاجة عندكم طبعا ان الصفقة تتنفذ بالسعر الحالي حاليا يعني اقصى اقصى معايير الشخفية هتلاقيها في اكسنس بصراحة سواء فتح الصفقة سواء غلق الصفقة انت في اقل من ثانية انت بتدخل بالسعر اللي انت عايزه وبتطلع بالسعر اللي انت عايزه انا اكسن بالله انا اشتغلت في برو كارز كتير جدا كان بيطلع عيني وكنت باشد في شعر كده ادخل الصفقة مش عايزة ادخل يدخلني بسعر هو عايزه عشان بيبقى في تلاعب طبعا ما تسألنيش بقى عن تنفيذ الصفقات مثلا في اعطال اعطال التنفيذ بتاعت الصفقات او اي مثلا لاج في المنصة واقفل لو انت رابطها بامتي فور اوامتي فايف او سواء انت بتتداول على المنصة الخاصة بتاعتهم اكسنس ترينمال فمنصة في منتهى في منتهى الجمال يعني حلو انا كنت شرحتها قبل كده اخليك دايما مع حاجة موصوكة انا راجل جاي لك بالمستقبل بقولك خليك مع حاجة موصوكة يعني احنا بقى لنا من اكسنس من 2008 عد بقى السنين بقى سنين كتير جدا 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 وكل ما ده الشركة بتثبت مصداقياتها بتتقدم مفيش فيها ربع طم نمشكلة مفيش فيها مشكلة واحدة بفضل الله فسحبه في اداع وفي كل حاجة انا اسف جدا رغيت كتير نرجع تاني للشرح فورا يلا بينا عظيم جدا جدا انا ملوك نرجع تاني نكمل كلامنا انا الترند عندي واضح هو مفيش مشاكل حتى لو انا مش راسم دي زي ما قلتلكو عادي مفيش اي مشاكل خالص اهم حاجة اللي بتحصل بوسات بريكوف سركتشور بوس 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 خلاص يبقى انا كده طالع شوفت دي انا هنا هعملها احتياطي عشان لو قصر بجسن يبقى دي اتكونت عندي بوس زي دي يبقى استنى التصحيح وممكن العب عليها واطلع تاني معها مفيش مشاكل خالص حصل هنا عندي الكسرة للترند بس ما حصل الكسرة عندي للشش ده اخر قاع عندي ده وده وموزدة برضو فاي انا هعملو كده بسا اهو اول ما حصل رجع تاني عمل تصحيح اهو اهو دي بالزبط ايوة عمل تصحيح وقعد ينزل ينزل انا كل ده بكسب جدا طب يا محمد يا هلال طلع اهو خليك معايا بالله عليك وفهمني كويس جدا 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 اوكي طيب انا حصل الشش وتمام وكسبته مية مية وعمال حاطت الستوبلوس ما عامله معاملة التك بروفت زي ما انا بقول في الجروب بتاع توسيعة جروب تريكس فوريكس يعني انت مسلا نزلت حتحط الستوبلوس هنا نزل كمان هتحرك الستوبلوس هتعامل الستوبلوس معاملة التك بروفت معاملة اه اغز الربح اوكي لحد ما يضرب وانت كده 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 كسبان اصلا او تاخد اللي فيه النصيب وتطلع كده كده السوق مش يعني مش هينتهي زي ما انا بقول دايما لو فات منك فرصة ما تقول لقش غالص اوكي طيب. انا ليه بقى يا محمد هلال السعر بعد ما كان بينزل بيطلع واولا طلع اولا يعني انا قلت لك السوق زي ما انا قلت لك السوق متغير يعني مش طاب مش نازل او طالع يعني متغير اوكي بيلعب على التصحيحات او القنوات السعرية زي ما احنا شايفين اوكي نركز بقى في الحتة دي خالص هو عمال يعمل لي كده كمم كده ايه عبيطة بديول بديول اخر كم عندي مثلا مثلا ممكن انا اقولها والله دي من هنا حصل شش تاني بدأ بقى يطلع بس ايه يعني احنا هنا احنا هنا مش هنقول شش ويطلع لا هو عايز هو طالما وصل للسيولة دي ونزل للنزلة دي عايز يوصل للسيولة دي تاني بل عايز يعديها بل عايز يعديها هديلكو حاجة بسيطة جدا اوكي انا هنا مثلا على سبيل المثال عندي او احنا كنا او احنا كنا او في بصات بتحصل بالله عليكم بالله عليكم لوك ركزوا معايا جدا في بصات بتحصل وفجأة في شش حصل اوكي اهو ماشي في بصات بتحصل ايه ده بص سوري ده بص ماشي خليكم بس معايا بس بالله عليكم مفيش حد يجري الفيديو علشان تفهم بس الدنيا والله انا والله والله هنا المصلحتك ده بص ماشي وده احنا اقولنا ايه ممكن يبقى بص ولا لا او هنعمله مثلا ايه علامة تفهم الله علامة يبقى ولا لا حصل بقى الشوش فين يا معلم حصل الشوش هنا حصل الشوش هنا ماشي وبدأ يغير تاني هل بقى هل صنع السوق هيسيبك في حالك انك انت خلاص طالما فهمت الدنيا نازلة هنزل بيبقى الامر سهل لا ده لازم يسحب سيولة الاعلى كمه تكونت اللي هي دي زي ما حصل فوق اعلى كمه تكونت اللي هي دي اوكي ده ركز مع بعض بالله عليك واعلى كمه تكونت اللي هي دي هيسحب سيولة يعني دي بقى بينثميها دي بينثميها منطقة اللهم اصلا على النبي صلى الله عليه وسلم او منطقة المقاومة اللي تحت اسمها دعم اللي فوق اسمها منطقة مقاومة دي بقى منطقة مقاومة منطقة المقاومة مش اللي هو بالمسترة اللي هو يطلع يعني اللي هو ايه يعمل لك مثلا كده سواني ان هو مثلا يطلع يعمل لك كده وفجأة يقوم نازل كده لا يا معلم لا 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 خالص هقول لك انا بقى سواني سواني ايوه هو هيعمل لك هو هيفضل ايه يعمل لك كده ايه وانت مش فاهم الدنيا وهتوصل هنا الناس بقى حتى بقى استوبات فين هنا مسلا لا ممكن يوصلك لهنا ممكن يوصلك هنا ويرجع يعمل كده تاني يبقى انت عندك القاعدة مهم جدا والكمة الجديدة دي الفرعية مهمة جدا اي حاجة هتكسر فيهم هنحددها كده اهي اهي بالله عليكم بالله عليكم ابوس ايديك وركزوا معي يعني اهي اي حاجة بقى هتكسر في الكمة الفرعية او الكمة دي اي حاجة هتكسر فيهم هيكمل معها يعني قلنا مثلا قلنا مثلا اللي هو كسر هنا ماشي اهو كسر هيرجع يصحح على الكسر او على المنطقة دي ويطلع بقى يفضل يعمل بقى كده او لو قصر القاع الفرعي ده هو بيسحب بالسيولة لان هو عارف صنع السوق عارف ان الناس حتى السطبات هنا علشان القمة دي فيرجع يعمل كده ويرجع يعمل كده بول باك ويلعب لك هدا كده شوية وباك اهوب ويعمل كده عشان يرجع تاني هو ايه غير يعني غير مصار السوق اصلا فياريت تكون فهم تملوك بالله عليكم احنا عندنا اهو اهو احنا عندنا اهو الموضوع نظري وعملي وكله تمام مفيش مشاكل خالص بالله عليكم اللي فهم يطلع مني ويبلغني في الكومينس يعني احنا هنا عندنا اهو ده اخر ايه ده الكمة بتاعتنا قصرها ولا لأ حلو قوي انا هستنى بقى يعمل لي قاع او رقم تمانية او يعمل لي قصدي كمة او رقم تمانية حاجة ايه مدببة زي دي كده يعني حاجة نزلة يعني يعمل لكم الكمة شباب بتعرفها ازاي لما تيجي برضو كم شمعة هبطة كده ايه ورا بعض فاصبح ان هو هيعمل لكم زي ما انا قلتلكو هنا لئمة كمة وقاع لئمة هيكسر دي لئمة هيكسر دي انا بقى حدد لئمة هيكسر دي لئمة هيكسر دي الموضوع سهل وبسيط جدا احنا كسبنا في الاول من الشش وكانت سهلة وممكن نكسب اسهل من الشش في المنطقة دي في المنطقة دي لو ايه القصر الكمة الجديدة الفرعية او القاع الجديد الفرعي ويا بختك يا بختك لو تلاقيت شمعة ابتلعية الشموع اللي احنا اتكلمنا عليها الشموع اللي ابتلعية اللي هي دي مثلا اللي هي دي اوكي وممكن تستعين كمان يعني اللي بيقول لك او اللي يعني مخلي اتتيوت في دماغي انه هو السعر هينزل اوكي الشمعة الكبيرة دي انا ساعات بستعين بفريم الاربع ساعات اوكي لان الاربع ساعات قوي جدا لاني انا اصلا انا بحب اشتغل على 30 دقيقة لان انا شغلي سريع يعني اوكي طيب لو جبنا الاربع ساعات عشان عايز اوضح لكم حاجة حلوة اوي 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 بصوا شباب هنلاقي هنا او ممكن والله الساعة تعالوا كده نشوف الساعة طيب لا خلينا على الاربع ساعات الاربع ساعات باين في حاجة قوية وحاجة بالنسبة للسوق كارسة الحاجة اللي بالنسبة للسوق اللي هي كارسة اللي هي الفير فاليو جاب اوكي ما عليش ده وقتكم معايا الفير فاليو جاب الفير فاليو جاب ده اللي هو اختلال توازن استعر احنا هنا عندنا شمعة بتسلم شمعة وديل شمعة بيسلم شمعة وتصحيحه بيسلم شمعة وتصحيح تمام الشمعة دي الشمعة دي الطويلة جدا دي فيها اختلال توازن سعري او فير فاليو جاب يعني ممكن لو احنا حددناها من الديل اللي قبل من الديل اللي قبل وديل اللي بعد يعني الديل اللي قبل يعني الشمعة دي الشمعة اللي قبلها فين دي الديل بتاعها فين يسولة بتاعتها فين هنا والشمعة اللي بعديها الديل بتاعها او اخر الديل بتاعها او اصبح المنطقة دي عندي كلها فيها اختلال توازن سعري مليون في المية لازم يوصل لها تعني شايفين الشمعة الطويلة دي فيها اختلال توازن سعري ما كانش هينفع تنزل حصل في نص الشمعة اهي اهي الشمعة اللي قبلها اهي حصل او لا لا اه وشفنا اكشرا ان في نزول وشوفنا اكشن ان في نزول ماينفعش تنزل 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 ماينفعش شموع قوية سواء صعدة او سواء هبطة تنزل او تطلع وما تجيش تصحح او تملي الفراغ بتاع اختلال التوازن ده او اختلال السعر ماينفعش فانا متوقع والله ممكن توقع يكون غلط برضو السوق غدار يعني انا متوقع ان هي هتلعب هنا شوية وهتسحب سيولة وتنزل لو عايزة تطلع هتنزل بس تملي الفراغ ده تملي اختلال توازن السعر ده وترجع تكمل تاني فاللي بينقذنا من كده التلاتين دقيقة بتنقذنا من كده جدا ماشي التلاتين دقيقة بتنقذنا من كده واحنا اصلا شغلان اسكالبنج وانا بحب الشغل الاسكالبنج اوكي فوالله انا شايف الدنيا كويسة جدا طيب احنا ممكن نقول طيب يا محمد يهلال فين الكمة يعني ممكن لو طلعت لو عمل كده وعمل كمه جديدة وكسر بقى الكمة انا استهدف منين ممكن نرجع للاربع ساعات تاني استهدف الكمة بقى اللي بعدها ممكن ترجع للاربع ساعات تاني او حصل هنا كمية بيع رهيبة جدا من الوردر بلوك ده او من المنطقة دي اهي اول ما هنا كان في لعب 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 بسيط وفجأة هد نزل في هنا المنطقة دي فيها سر فيها في البيعين موجودين فيها يعني انا برضو بسهلها على نفسي لو كمه اتكسرت اصبح ان انا هستهدف التارجد بتاعي اللي قبله اللي هي كمه اللي قبلها اوكي بس لازم 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 السعر ده يتملأ ومع نهاية يمنوك حباب قلبي سهل وبسيط جدا الامر محتاج منك انك انك تتعلم او تاخد بالك اكتر تيرسم ارسم على نص الساعة او على الساعة ارسم البوش سات ال 3000 يلكضا ان كنت شرح في فيديو قبل كدا يعني الموضوع مش في مؤشرات مش في غدا في عقل انا الراجل كمان بتتكسر او كعان بتتكسر اخد بالي منها قوي ارسم اعقي الموضوع غير ان هو بالنسبة لي والله غير ان هو بيجيب فلوس او فيه ربح كويس جدا زي ما احنا عملنا لا الموضوع ممتع في كده حتى تستمتع الادرينالين بيعلى بصراحة انا بكلمك عن نفسي ممكن حد حاسس الاحساس اللي انا بحسه الله اعلم فكل اللينكات هتلاقوها تحت اللينكات الشركة اكس نتسجل فيها لازم ولينك الجروب التليجرام تريكس فوركس عشان فيه جروبات تانية زي ما انا قلت من حزبي الله بقى يعني مبووزة الدنيا خالص بيستغل اسمي وصورتي فكل اللينكات هتلاقي تحت وقت ريتينج فيو اي لينك هتلاقيه في الديسكريبشن في الوصف اللي بتحسن فاحنا مع بعض دايما بننزل حلقتين تلاتة كل شهر حلقات بتبقى مهمة جدا لو انت لسه متابعين جديد يعني لف لفة كده على القناة هتستفاد جدا جدا وشرفتين جدا يا معلم سواء جديد او قديم بس كده الحلقة خلصت اتمنى ان انا شوفكو بافضل واعظم واحسن حال دايما ولو الحلقة اعجبتكو اعمدوا لايك ولو ما اعجبتكوش برضو اعمدوا لايك اتمنى انشوفكم بخير يا ملوك كان معكم محمد هلال السلام عليكم